إذن هو حديث القاهرة يحتفي ويحتفل بعيد الميلاد ولكنه احتفاله الخاص نتعرف عن أو على ثقافة المسيحية ثقافة القبطية للمسلمين المصريين أو المصريين المسلمين كيف تتماشى أبدا أو تبنى علاقة بين أطراف ومواطنين في مجتمع لا يعرفونها ثقافة طبعا احنا عندنا المدارس والمناهج لا تقدم ثقافة الآخر للآخر ولا تعرف الجار على جاره ثقافيا ومعظم الأفكار والمعلومات اللي بتحشى في أذهان وأفكار الشباب والأطفال والصبية وحتى الكبار هي أفكار مقدمة عن الثقافة المسيحية وعن المسيحية من خلال وعاز السلفيين أو وعاز تقليديين أو من خلال حناجر التطرف والتعصب بقي أن نعرف أن هناك أصوات يجب أن نسمعها ويجب أن نتعلم ثقافتنا المصرية بشقيها المسلمي والمسيحي معنا الباحث الأستاذ ماركو أمين الباحث في التراث الكنسي أهلا بك أستاذ ماركو منورنا كل سنة والتطيب وحضرتك طيب وعيد ميلاد مجيد على كل الأمة وكل الشعب المصري وكل الناس اللي تحتفل بالعيد يوم ستة وسبع عينال في كل العالم احنا شايفين أيقونة السيدة العزراء والمسيح والمسيح أيضا والأنباء أبي فانيوس اه باعتبارنا برضو وعازينا نتعرف على الثقافة المسيحية مين الأنباء أبي فانيوس الأنباء أبي فانيوس هو رئيس دير أنباء مقار اتولى الأسقفية بتاع دير أنباء مقار فيه بعد تولي البابا تودروس على طول وهو قتل في حدث مرير من حوالي سنتين في يوريو 2018 هو كان شخص رجل زاهد وناسق ويجمع إلى جنب الزهد والنسك والتقوى يجمع إلى جانبه كمان العلم الأكاديمي كمان مش أي علمه وأي معلومات مش عايز أستاذ ماركو تعمل دعاية الكتاب لو أستاذ صار علم عن مقتل وكتاب مهم للغاية طبعا طيب خليني أسأل عن دور الأقباط في الحياة المصرية يعني رحلة تاريخية وفيها محطات كثيرة انت شايف المحطة الأهم إيه في مشاركة الأقباط أو في تفاعل المصري القبطي والمصري المسلم أنا شايف أن التفاعل ابتدى من أول يوم دخل فيه الجيوش العربية بكادة عمر بن العاص مصر والموضوع ابتدى يمشي بشكل كبير جدا وبمنحة كبيرة عن طريق الدول كلها متتابعة بداية من خلافة الرشدة إلى الدولة الأموية العباسية الطلونية الإخشدية الفاطمية ثم الأيوبين والمماليك انتهاءاً بالعثمانيين والعصور الحديثة أنا حابب بس في البداية أنوه أن من ضمن الحاجات اللي إحنا منعرفهاش عاماتنا ومدرسنهاش في التاريخ سواء كنا مسيحيين أو مسلمين وده على فكرة حاجة شبه تعتبر حال عامة أن إحنا منعرفش أن المسيحيين أو اللقباط بالذات المسيحيين المصريين أو اللقباط بالذات كانوا مشاركين في الحكم والإدارة بقوة جدا من أول يوم ابتدت في الإدارة العربية تدير هذه البلد بعد دخول وغز وعمر إبن العاصم سوز بارك وغالبا كانت الإدارة كلها قبطية وكان العرب قصرين على الإشراف العام والحصول على الأموال والجزي يعني اللي كان يحصل الأموال للأقباط نفسهم مش المسلمين ده حقيقي فعلاً يا سوز إبراهيم وأقولك على حاجة أكتر من كده كمان أن الموضوع استمر لمدة 200 سنة كانت الرئاسة العليا في الدولة ومفاصل الدولة كلها كانت ما بين إيدين اللقباط المصريين وأحابب بس أشير لنقطة بسيطة الحالة اللي دخل عليها عامر بن العاص مصر كانت مصر في الوقت ده بتغضع لحكم الدولة البيزنطية في حكم الإمبراطور هرقل أو الملكة هرقل وده كان بعد خلاف كبير حصل في سنة ربعمية وخمسين انشقت على أساسه الكنيسة لمجموعة كاناء استرفض مقررات المجمع اللي تمت في ربعمية وخمسين وكاناء استقبل المقررات دي الفرق ما بين الكنيستين في المصادر العربية الأسماء الناس اللي كانت بتوفق على مقررات مجمع خلق الدونية كان اسموهم ملكانيين وعلى فكرة كان فيه مصرين ملكانيين كان فيه أقباط ملكانيين يعني بيوافقوا على برضو مقررات المجمع كانوا قلة صحيح وكانت الكنيسة العامة هي أو كنيسة الشعب العامة هي الكنيسة القبطية الأرتدوكسية اللي سميوا في المصادر العربية بكلمة يا عقبة وهشرح بسرعة المصطلحين دول عشان اللي ما يفهمهم أو ما يقدرش يدركهم مصطلح ملكاني هو أطلقوا اللقباط اللي ما وفقوش على مجمع خلق الدونية أطلقوا على اللقباط أو المصريين اللي وفقوا على المجمع نكاية فيهم أنوا أنتوا أتباع الملك مش أتباع الدين الحقيقي فده عشان كده أطلق عليهم لقب ملكانيين زي الملك دين يعني بالضبط بالضبط أتباع الملك ودول حاليا دلوقتي اللي بيطلق عليهم بطرياركية أو كنيسة الأسكندرية للروم الأرتدوكس ده الامتداد الشارعي ليهم للملكيين بالضبط وفي المقابل الملكانيين أو الملكيين كانوا بيطلقوا على اللقباط لفظ يعقبة يعقبة من يعقوب يعقوب هو كان قديس شهير جدا في المذهب اللي خلق الدوني أو من ضمن الناس اللي كانوا بيحربوا مجمع خلق الدونية وكان اسمه قديس يعقوب بردعونه أو يعقوب البردعين والراجل ده هو فعلا عمل طفرة كبيرة في المسيحية أو ما بين المسيحين اللي بيرفضوا مجمع خلق الدونية فنكاية اليوم بيقولونه من الراجل ده هو اللي عملكه فأصبح اسم يعقبة قدامه بناء على الوصف التاريخي ده هو الخلاف كان حوالين طبيعة المسيح ولا كان عن إيه طبيعة المسيح كان خلاف حوالين طبيعة المسيح في خلق الدونية ده حقيقي فعلا طيب ده أنتج أنه لما جاء عمرو بن العص لقى أكثر من المسيحية ولا لقى مسيحية واحدة لقى بسختين من المسيحية في مصر مسيحية يعقوبية ومسيحية ملكانية المسيحية اليعقوبية هي جل الشعب القبطي واللي كانت منتشرة في عموم مصر ووجود أقلية مسيحية ملكانية أو اللي هما الروم بعد كده ابتدى دخل عمرو بن العص الأول بعد ما دخل في الأول ما لقاش مقاومة شوية ابتدى يلاقي مقاومة في الدلتا كان من بعض الأقباط اللي هما كانوا يتابعوا المذهب الملكان وابتدوا يقوموا شوية فحصل طبعا فيه مشاكل وحصل فيه شوية أحداث شغل وقتل وحر طبيعة زي أي محتلة أو أي حد جاي عاوز يبدأ يحط إيده وسيطرته على أي مدينة بيدخلها لازم يفرد ده بالقوة والحديد والنار ده شيء طبيعي جدا يعني الفرسة كانوا قابل عمرو بن عص بكم سنة ودخل عمرو في مصر أفزع من كده بكتير كمان فسنت بتقول اللي واجه أو العمل الشغب ده ده أقلية الشعب لأنه الغالبية العظمة كانت يعاقبة ومن ثم مش معروم مش معروم وخدوا موقف حيات هما ما ساعدوش المسلمين هما ما ساعدوش العرب لما دخلوا لكنوا أخدوا موقف الحيات إحنا عادينا نتفرج علشان برضو نوح أكتر لإدارة الدولة لأن الوقت يعني يكاد يعصف بنا فخليني أتوقف عند فكرة كيفية إدارة الأقباط لدولة يعني حكامها عرب مسلمون لكنهم الذين يديرون البلد خليني أقول لحضرتك حاجة أن إحنا عندنا الوسائق الخاصة بالدرائج والوسائق الخاصة بالدولة موجودة الحض النهاردة من القرن السابع الميلادي وبيتعمل عليها أبحاث أكاديمية الحض النهاردة من ضمن الوسائق دي وضمن التاريخ الخاصة بيحنى النطيوسي أو ابن عبد الحكم أو الشزارات اليونانية الخاصة بدخول العرب مصر أو حتى الشزارات السريانية بنلاقي أن إحنا عندنا هنا في مصر ثلاث ولا مسيحيين كانوا بيحكموا مصر كلها سواء شمال أو صعيد أو الصعيد الأعلى كل ده كانوا بيحكموا مسيحيين أقباط ثلاث أقباط ميناس وشنودة وفلوكسينوس وميناس بعد كده اتشالوا جي مكانوا يحنى الكلام ده في عهد الدولة الخلافة الرشدة وبعدها في عهد الدولة الأموية بقى عندنا 12 اسم ابتي ما بين أقباط ملكانيين وأقباط يعقبة كمان هم 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 ما كانت بتترجم بتترجم للقطية وحتى عندنا قصة طريفة جدا أن أحد القضاء العرب لما جيه في الفترة الأولية الفترة الدولة الأموية جيه يحكم ما بين طرفين متنازلين وكانوا طرفين أقباط كان بيتعلم اللغة القبطية خصيصا علشان خاطر يقدر يحكم في المنازلات الخاصة بيهم القاضي عربي مسلم يحكم بين اتنين قطيين مسيحية ديانة بيحكم بينهم بلغتهم اللي هم يفهموها اللي هي اللغة القبطية مش اللغة العربية بناء على أحكام وشرع الدولة العربية الجديدة اللي بتحكم دي من ضمن حاجات الطريفة جدا آخر حاجة بنسمع فيها عنوالي قبطي في عهد الدولة العباسية وكان في عهد الحاكم المأمون راح راجل من غنات الأقباط اسمه بوكام الراجل ده راح للمأمون وقال له يا مولاي أنا عايز أمسك هو من بلد في دلتا اسمه بورا فقال له أنا عايز أمسك حكم بورا والمناطق اللي حواليها فراح قال له اسلم وأنا أمسكك الولاية فراح قال له يا مولاي انت عندك عشر تلاف مولي مسلم يعني انت عندك عشر تلاف واحد والي تحت إيدك مسلمين قال يكون لك واحد نصراني فراح دحك المأمون وراح اداله فعلا الولاية وصرف له أنه يقدر يلمي الضرائب ويحكم المنطقة بتاعته ده آخر واحد قبطي سمعنا عنه في الولاية في عهد الخليفة المأمون في الفترة لحد القرن التسع الميلادي بعد كده دولة طلونية ابتدأ بقى نسمع عن وزراء الأقباط وأول اسم المشهور عندنا هو الوزير أبو يومن قزمان بن ميناء وده كان في آخر دولة طلونية وتولى في الدولة الإخشدية الوزارة وكان حاكم فلسطين باسم الدولة الإخشدية كان عامل فلسطين وحاكمها باسم الدولة الإخشدية وكان ابن طلون عنده المهندس الشاطر جدا والبارس جدا سعيد بن كاتب الفراغاني وهو اللي بناله الجامع الخاص بيه جامع بن طلون بمأزنته وبالإستايل المعماري مهندس قبطي بالضبط مهندس قبطي سعيد بن كاتب الفراغاني هو اللي بنى ابن طلون هو بنى جامع بن طلون وبنى مقياس النيل في وقت ابن طلون وكاتب ابن طلون كان كاتب قبطي اسمه اندونا أو اندونا واندونا هو القبط السعيد لكلمة أنطون أو أنطون يصبح اسمه أبو الرهبان إذن تاريخ ممتد يحمل يعني حكام ومولاه وموظفين كبار في الدولة العربية من أقباط مصر ده حقيقي فعلا سواء على المذهب حتى اليعقوب المذهب الأساسي أو المذهب الملكاني اللي هو مذهب الأقلية يعني سواء ده أو ده كل واحد كان بياخد فرصته أنه يوصل حسب كفأته وحسب ترتيبه الإداري أو الهرمي في إدارة مفاصل الدولة شكرا جدا أنه سيد ماركو أمين ويبدو أنه التاريخ ده محتاج منا إضاءات أكثر وأكثر لأنه يبدو مجهولا أو مجهلا غائبا أو مغيبا عن العقل المصري أشكرك جدا سيد ماركو أشكرك جدا